اهلا بكم متابعيه الكرام على قناة المتوضع على اليوتيوب بمناسبة قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة هنتكلم النهاردة في الفيديو ده عن طريقة العزل الحراري للأسطح والعزل المائي حاجة من اتنين حضرتك يا اما انك ساكم في الدور الاخير وهتبني مستقبلا او انك ساكم في الدور الاخير ومش هتبني اه هقدم ليك طريقة عزل اه اولا لو انت ساكم في الدور الاخير وهتبني مستقبلا باقل تكلفة اه في خطوة اولى هنعملها في الطريقتين الخطوة الاولى ان انت بتيجي حضرتك في ساعات الصباح الاولى الصباح الباكر بتطلع على السطح بتنظف السطح جيدا من الغبار والاتربة ولو في اي زوائد في الخرصانات بنشيلها بعد كده بعد ما كانسنا السطح ونظفناه كويس بنسمه بنعمل حاجة اسمها روبيت الاديبوند ايه روبيت الاديبوند دي عبارة عن رمل واسمن ومادة الاديبوند من شركة كيمويات البناء الحديث بنسم السطح بتاعنا بنروشه مية بنعمل رقبة الازازة رقبة الازازة اللي هي تقابل الاسطح الافقية مع الرأسية زي ما بنعملها في الحمامات بالزبط وبعد كده بنفرد طبقة الاديبوند بالرمل بالمونة اللي هي اسمها روبيت الاديبوند او زي ما السباكين بيسموها طبقة البربقة بعد ما بنفردها طبعا بنسيبها لتاني يوم واخر النهار بنروشها مية المية بتزيد من صلابة المونة بتاعتنا او خلطة الاسمنتو والرمل بنطلع في ساعات الصباح الاولى برضو قبل ما الشمس تسطع وترتفع درجة حرارة السطح بنجيب ادكر ام بلس ده منتج من شركة كيمويات البناء الحديث الشكارة 25 كيلو بنضيف عليه مية بمقدار تقريبا حوالي 5 لتر مية الشكارة بتفرد معانا 20 متر مسطح للوجه الواحد بنقوم بالطلاق بفرشة كبيرة بنسميها البروش بندهن وجهة اول وبنسيبه ما لا يقل عن 6 ساعات طبعا بعد 6 ساعات هتكون درجة الحرارة ارتفعت والسطح بقى ساخن يفضل تاني يوم ادهن طبقة عرضية طبقة رأسية وافقية او طولية وعرضية كده انت حضرتك عزلت السطح بتاعك حراري بنسبة 25 ل30 في المية وعزل مائي ويمكن اختباره ده لو انا ساكن في الدور الاخير وهبني في المستقبل طب لو انا مش هبني بقى في المستقبل وهيظل الدور الاخير بنفس الخطوات دي اول خطوة بنعمل الروبة ممكن هنا بقى نستبدل العزل اللي هو ادكر ام بلس لانه مش الافضل على الاطلاق الافضل على الاطلاق في العزل المائي هو لفائف الممبرين او الانسومات وبيجي منها الانسومات فيها حصوة بدل ما ابلط السطح ممكن ما بلطش وبيجي منها الفضي اللي هو بيعكس الحرارة لكن طبعا هو مش عازل حراري بالاساس هو عازل مائي بيركب بطريقة تانية بندهن فوق طبقة الروبة اللي احنا عملناها دي بوتامين وبالنار والعياذ بالله بالتسخين بنفرد اللفائف بتاعتنا بتلتصق بالدهان اللي احنا عاملينه البوتامين يبقى كده احنا عزلنا مائي بعد ما ركبنا لفائف الممبرين او الانسومات بنيجي نجيب الواح الفوم الفوم يعد عازل حراري من الدرجة الاولى بنلاقيه في التلاجات بنلاقيه في الايسبوكس بنلاقيه في ترموس الشاي هو ده اللي بيعزل الحرارة يكون كسفته عالية ويكون سمكه كبير ما يقلش عن 5 سنتي بنحطه فوق الانسومات وطبعا في خطوة مهمة قبل ما نحط الفوم دوا بنعمل بيبة البيبة دي اللي هي هتصرف مياه الامطار ممكن نعمل بيبة او اتنين او تلاتة حسب مساحة السطح بتاعنا وبنوصلها بالصرف عشان المياه تتجمع وتنزل في الصرف بنحط الالواح بتاعتنا بعد كده بنفرد عليها طبقة من المشمع او النيلون عشان نحميها وبنحط طبقة رامل وبعد كده بنبلط السطح بتاعنا ممكن حضرتك تبلطه بلاط مزايكو ممكن تبلطه سيراميك ممكن تبلطه رخام بورسلين زي ما انت عاوز ان شاء الله حتى تبلطه بكسر السيراميك في ناس متخصصين بيبلطه بيه وبيعملوا منه اشكال جميلة كده انت يبقى عزلت في الطريقة التانية السطح عزل مائي وحراري بنسبة مية في المية وكمان صوت لو حد مشي على السطح فوق حضرتك مش هتحس بصوته لان الفوم ده بيعزل الصوت كمان بعد ما عزلت العزل دوا بتشتكي من الحرارة مؤكد الحرارة مش جاية من السقف ممكن يكون حضرتك حواليك البنايات كلها او المباني كلها اقل منك في الارتفاع فجدار الشقة بتاعتك كلها معرض للشمس فهيجيلك الحرارة عن طريق جدار المنزل مش عن طريق السقف الطريقة دي بتعزل صوت وحرارة بنسبة مية في المية يارب اكون قدمتلكم معلومة مفيدة لو شايف حضرتك انك استفدت من الفيديو وبتشوفنا الاول مرة ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولو انت مشترك لايك للفيديو ومشاركة والى ان القاكم مجددا في معلومة جديدة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه